عادت حصيلة كورونا اليومية في الأردن لتتجاوز الألف إصابة مع ارتفاع طفيف في نسبة الفحوصات الإيجابية مقارنة مع يوم أمس الإجاز اليومي لوزارة الصحة أظهر أن الأردن سجل اليوم ثمانية وفيات وألفا وخمسا وسبعين إصابة جديدة ومع إجراء نحو ثلاثين ألفا وستمائة فحص مخبري بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية ثلاثة ونصفا في المائة مقارنة مع ثلاثة وأربعة عشر في المائة يوم أمس عدد الحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات يقارب حاليا الخمسمائة حالة فيما يبلغ المجموع التراكمي للحالات النشطة أكثر من إثني عشر ألفا وثلاثمائة حالة وفي إحصائيات برنامج التطعيم الوطني وصل عدد المسجلين على المنصة حتى الآن إلى أكثر من أربعة ملايين وأربعة وثمانين ألف شخص وبلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح أكثر من ثلاثة ملايين وستمائة وثمانية وثلاثين ألف شخص مقابل نحو ثلاثة ملايين ومائة وستة وثمانين ألف شخص تلقوا الجرعة الثانية شكرا